سائل خير عليكم الفيدباكس اللي جت لنا طول الأسبوع والناس اللي بتكلمنا لحد مبارح بالليل بيسألوا عن بسمة وكيفية التواصل معيها أولا إحنا شكرين جدا 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 كل ردود الأفعال الإيجابية اللي جت لنا وإن شاء الله تلاقوا في الكنترول رقم بسمة السيد لأي حد حابب يتواصل معيها بسمة يعني حد مجتهد جدا وهنا في أسرة البرنامج مع تفرنهاش خالص ديف كان بيطلع معينا لأول مرة بسمة السيد بتاعة الكروشي حد فعلا ناجح ومتأكدين إن هو هيعمل حاجة في الهند ميد قريب هتكون موجودة معينا في حلقات كتير وهترد على كل الأسئلة اللي جت لها وما الحقناش نرد عليها على الهوى الأسبوع اللي فات بإذن الله هتكون معينا قريب جدا وإن شاء الله تقولوا لها كل اللي انتوا عايزين وتتكلم معيكم في كل النقط اللي ممكن تكونوا حابين تعرضوها عليها شكرا لبسمة السيد وشكرا لكل متابعينها وأي حد حابب يتواصل معيها هيلاقي رقامها في الكنترول نتكلم بقى عن موضوعنا النهاردة الحقيقة يعني الموضوع بتاعي النهاردة أنا عارفة أنه هيلفت نظر ناس كتير وهيزعلهم مننا شوية بس لو ركزتوا معي هتشوفوا قد إيه مهم مؤخرا بقى نسبة الولاد والبنات والشباب اللي بيحصل مشاكل في علاقتهم وبيتطلقوا كبيرة جدا ونسبة الشباب اللي بقوا بيدوا ردود أفعال في مواقف معينة مش رجولية خالص كترة قوي يعني بقينا إحنا كبنات أو كأمهات وأبهات مجتمع عموما بيشوف الحاجات دي بشكل ملحوظ جدا ومش بيبقى يعني فاهم هو إيه اللي بيحصل إيه اللي تغير فينا يعني مثلا على سبيل المثال لما بتلاقي أنت كولد أو كشاب بنت في موقف معين ردود الأفعال اللي كنت ممكن تديها في نفس الموقف زمان مش زي دلوقتي خالص الجيل اختلف تماما والأسلوب اختلف وردود أفعالنا اختلفت بقيت بحس أنا والناس اللي معايا في الموضوع ده أنه في مشكلة في أخلاقيات الرجولة عندهم يعني كنت دايما كده تقريبا اسمها الأخلاقيات الأساسية للرجولة ما بقتش متوفرة عند شباب كتير قوي من شبابنا يعني مثلا بتلاقي مثلا بنت بتتعاكس أو حاجة مش بتدي نفس رد الفعل اللي كنت ممكن تديه زمان بتلاقي بنت محطوطة في موقف مش كويس ممكن تقف تصورها بدل ما تحاول على الأقل إنك لو مش هتتدخل وتساعدها إن أنت يعني تتجنب إن كل الناس تتفرج عليها لأ ده أنت بتساعد في ده بتصورها بنفسك أصلا يعني لو بنت حد بيتعرض لها بشكل وحش عشان ما بقاش بتكلم في الموضوع عن إن هو بنات وولاد خلوني أدي لكم أمثلة تانية يعني مثلا أبسط حاجة لما تسيجي الأم وتدلع ابنها الولد على حساب إخواته البنات أو تخلي ابنها الولد ده متاح إن هو يعمل أي حاجة في الدنيا ومهما كان الغلط اللي هيغلطه مش هيكون يعني كبير ومردود زي غلط البنت نهيكم عن إن البنات كائنات لطيفة لازم يصدر منها كل ما هو لطيف ده مش موضوعنا بس يعني وقت الحساب مش بتحاسبه الاتنين زي بعض يعني مش هتقيس مثلا إن بنت بتعمل المشكلة دي زي إن الولد بيعملها من ضمن الحاجات اللي تقلت لنا في الموضوع ده إن أم بتقول لبنتها لأ طبعا أنا يوم أجيب عربية أنا مش هجيب لك أنت أنا هجيب للولد هجيب لك أنت ليه هو يتبهدل في المواصلات أنت مدركين الكلمة يعني هو ما يتبهدلش في المواصلات بس البنت تتبهدل فأنتي كأم خلقتي إيه كده عند ابنك يعني أنت متخيلة حجم الكرسة اللي أنت هتكبري عليها طبعا الأمثلة ملهاش أول من آخر هنجلها دلوقتي وهنتكلم فيها بالتفصيل وهنتكلم في نقطة كتير جدا أنا لحد دلوقتي مش قادر أفهمها موضوع الحلقة هيكون بتكلم عن التربية وخصوصا تربية الولاد رب عيالكم من الآخر يعني وإحنا بنجهز لسكريبت طبعا إحنا يعني بنتكلم معاكم على حسب اللي إحنا شايفين فعلا أنتم محتاجين نشارككم به مش كلام بقى مكتوب على ورق وطلعين نسمعه بنلاقي كده حالات بنات بتحكيها حقيقي بالضحك يعني أم مثلا ممكن تكون حما ومرات ابنها بتشتكلها من حاجة معينة فتيجي عليها جدا لكن بنتها تيجي تشتكلها من نفس الحاجة بتبقى متضايقة قوي يا جماعة أنتو بتخلقوا جيل مشوه من الرجالة وبالتالي فما تزعلوش لما نبقى إحنا قاعدين ونقول الرجالة ماتوا في الحرب أو ما بقاش فيه رجالة في السوق يعني مصطلحات سخيفة شوية وبيقولولي أن أنا كموزيع من فاشة طلع أقولي الكلام ده بس ده حقيقي اللي بيبقى وسطينا ده اللي احنا بنتكلم فيه أنت كأم بهدلتي الدنيا بصراحة أنا ما بقولش أن البنات ملايكة ده فيه بنات عايزين الحرق والله أنا عارفة وبيعملوا حاجات بشعة جدا بس أنا بدأت الحلقة بالراجل لأنه هو ده المفروض قوام البيت أكيد البنت هي النوا واللي هتشيل الأسرة والأم اللي هتربي تمام هنيجي نتكلم عن ده في حلقة تانية بإذن الله وصدقوني مش هكون منحاذة أبدا للبنات وهتكلم عن كل اللي يخصهم بس ده الوقت المشكلة اللي أنا بتكلم فيها صدقوني لما تفكروا معايا كده هتلاقوا أن هي لا تقاس خالص بالحاجات اللي هتكلم فيها عن البنات كل المشاكل اللي هنقولها عن البنات ممكن حاجات تتصلح بس اللي أنا بتكلم فيه النهاردة بزرد زرعت أصلا من الأساس غلط من البداية تحطت غلط على سبيل المثال كلنا شفنا الموضوع بتاع محمود البنة الله يرحمه ومحمد راجح والقضية بتاعتهم اللي ما فيش حد على السوشيال ميديا أو في مصر ما سمعش عنها وما تكلمش عليها نشوة أم محمد راجح المفروض أن هي مدرسة أنا مش متابعة الموضوع أوي بس على حسب اللي عرفته وشايفة أن خلفة البنات عار وكانت طلعة ترشي أهل محمود بمليون جنيه علشان يعني خلاص يسامحوا في حق ابنهم علشان ابنها يطلع ونصا قريت أنه ابنها مش هيتحبس علشان نموت واحد هلفوت بصوا بس يعني هنعد كم حاجة مع بعض أولا النشوة اللي بتقول على خلفة البنات عار اللي هي أصلا كانت بنت يعني انتوا فاهمين يعني انت قريدي قبل ما سيادتك تكوني أم انت كنتي بنت وبتقولي على خلفة البنات عار يعني انتوا واخدين بالكم بس من أول حاجة كده تاني حاجة هي حكمت على أن ابنها مش هيتحبس علشان موت واحد هلفوت لو كان موت واحد أوكي شوية كنا حبسناك مثلا أو هي عملت نفسها قاضي هيحكم على مين يموت ومين يعيش ومين يستاهل أنه يتحبس ومين لا مش مشكلة مع أن القانون مش بيبيح أبدا أنك تبقى ماشي في الشارع وقابلت واحد مجرم أو بلتاجي تقتله أنتوا واخدين بالكم بس أمعرفش محمد راجح ده عند دخوات بنات ولا لأ ولا عند دخوات أصلا ولا لأ وما يهمنيش أعرف بس أتكلمكم في فكرة اللي هو لو محمد ده عند دخوات بنات بقى هي خلفتها العار دي هتبقى بصلها إزاي وهتبقى بتتعامل معانا إزاي حقيقي لو عند دخوات بنات ربنا يعينهم على مبتلاهم بجد بس لو ما عندوش يعني من رحمة ربنا لو كان حصل بقى الخلفة العار دي دلوقتي بقت بتشيل بيت وبتشتغل وبتعمل حاجات كتير جدا جدا وبتخلق جيل لو هيبقى بنفس تفكيرك فهو هيبقى جيل كله عار مش البنات بس ده بس كان نموذة كده يعني عدت علي في الفرق والاختلاف اللي بيتزرع في الولاد وهم صغيرين فبيعمل المشكلة دي يعني احنا كنا هتوقع ايه من واحد زي محمد راجح تربيته من الأساس أم بتقول كده وبتعمل كده هتوقع منك ايه كويس هتوقع ايه من واحد لما جيه يرتبط ببنته والتانية والتالتة ويرتبط بيها ويدخل بيتها وعادي وممكن يتجوزها كمان ومع أول مشكلة بتواجههم في البيت كزوجين مام تتقوله طلقها وجوزك ست ستها يعني ايه طلقها وجوزك ست ستها ده ممكن يكون من رحمة ربنا بيها على فكرة اختر لها صالح في ناتي بعد عن ابنك لما تيجي قم وبنتها بقى اللي تجيلها متطلقة حسبي الله وانعمل وكيل فيه بصوا يعني مشاكل كده نفسية في التربية مهولة البنت والولد والله يعني انا مش جاية على الولاد بس في الحلقة دي لكن اللي خلينا نبدأ بان احنا نتكلم عن الرجالة ان المشكلة فعلا بقت كبيرة المشكلة فعلا ما بقاش ينفع ان احنا نتغضع عنها ونقول هو جيل كله طالع كده لان انا من الاساس حطيت بذرة غلط الامهات والابهات بما انهم اتجاوزوا واخدوا القرار ده اتحملوا نتيجة وتبعات قراركم للاخر وربوا عيالكم او ولادكم يعني ان شانا هتكلم الحلقة دي عن الولاد لحد ما نيجي لحلقة البنات بعدين بما انكم اخدتوا القرار تحملوا تبعاته يا اما ما تخلفوش ليه تجي بيلي راجل يتحسب على الدولة وانا ممكن ابقى ارجل منه يعني انا كده استفدت ايه انت عدتيلي نماذج المفروض انهم رجالة وبس الناس اللي بتتكلم عن نسبة العنوسة في البلد اللي ممكن تقريبا يكون واحد ولد قصاد تسع بنات عايز اقول له حضرتك انت واحد ولد قصاد تسع رجالة ممكن يكون فيهم بنات مش كويسة فتمن رجالة او خمس رجالة والله انا عارفة البنات مش ملايكة وفي منهم فعلا فئة عايزة يعني نتكلم عنها باستفادة وهعمل ده تركزوا معايا كده شوية على الشارع والرجالة اللي فيه احنا بقينا لما بنمر بموقف كويس مع ولد مثلا جيه ابدأ زوء او موقف رجولي بنا نبقى 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 ايه ده بصوا جمعا راجل يعني شايفين مع ان المفروض ان ده العادل يكون بيحصل ده الطبيعي الطبيعي ان انت تكون راجل في مواقفك يعني انت شكلك كده وهيئتك انسان نوعك ذكر فالمفروض ادائك واخلاقك وتربيتك تبقى رجولية الشارع والسوشيال ميديا والصحاب والمدرسة بتأثر وبتعمل حاجات كتير وحشة وكل ما كانت الحاجات دي سيئة كل ما هو هيتأثر عليه بس عمرك ما هتكوني كأم وكأب حطيت بزرق كويسة من البداية وهتطرح شوق بتكون نسف كده ربنا بيشيل بيها زنوب مثلا اوله وفي ذلك حكم دي مش بتكلم عليها بس تكلم على الحالات العامة عمرك كأم ما هتكوني عاوتي ابنك على حاجات طربوية كويسة من البداية والشارع هيأثر عليه بنسبة 100% مستحيل لان انت زرعتي الزرعة بتاعتك اصلا حطيت البزرق كويس يعني ورعتيها وبدلت التبعيها لكن انت كأم لما يجيلك ابنك مساء هنقولك ماما انا تخنقت في المدرسة النهاردة تخنقت ايه ده انت راجل اديه على وشه زي ما ضربك اضربو بوزة الدني انت اثبتسي له ان رجوله بان انت تاخد حقك بدرعك ان انت تمدي ايدك على ضربك لما يبقى قاعد هو واخواته البنات مثلا او قاعد في البيت عموما ومحتاج يعمل حاجة وانت تقول لها بنت امي هاتي لاخوكي هو راجل هو ما يعملش حاجة طيب في المقابل بقى بتقول له انت راجل لازم تبقى سند اختك لازم تبقى حمايتها لازم شركة حياتك توفر لها حياة كويسة لان احنا جايبينها من بيتها علشان نحفز عليها لازم تثبت ان انت راجل في افعالك وتصرفاتك مش بصوتك العالي ومش باوامرك التي لا تنتهي ومش بانك تعمل خناقة مثلا معينة دي الرجولة انت لو زرعت الحاجات دي من البداية هتلاقيها هو انت لما تقولي لابنك ان انا مش هخليك مثلا هيتحبس علشان خاطر الموت واحد هلفوت هيحترمك في ايه ما ممكن عادي جدا لما ميجي يختلف معيك على حاجة يضربك لما نكون بنحط الزرع نفسه وحش وبنزرع غلط هنطرح غلط مش هستغرب ابدا لما لاقي واحد في المتر وقاعد وستة كبيرة وقفة وما املهاش لان انت من البداية ما ربتيش ابنك على انك الست دي كائن يعني رقيق والمفروض ان احنا بنراعي ربنا فيه وربنا وصانا عليه في كل الاذيان السماوية مش هستغرب لما لاقي واحد ماشي في الشارع بيعاكس جرته عشان هو من البداية ما ترباش على ان البنات دول خطة احمر ما ينفعش تعاكس بنت ما ينفعش تقول لفظ يجرح بنت ما ينفعش تضايقها باي شكل من الاشكال لان المفروض المفروض ان انت حمايتها سبق بقى كانت اخت صديقة جرتك قربتك ايا كان بس المفروض ان انت تبقى ردود افعالك رجولية وبنق علينا رجع بقى نحس بالبنات بعدين من ضمن الحاجات اللي كانوا بيتكلموا عليها الاعداد حالات اتبعتت لهم انه بنت بتشتكي من مامتها علشان مامتها دايما بتقول لها انه انت ما ينفعش تروحي تخرجي مثلا لحد الساعة 11 بالليل وان انت ما ينفعش تطاح بي ولد وان انت ما ينفعش تعملي كذا والبنت مشكلتها مش في ان الحاجات دي تنفع وما تنفعش وماشي هي معترفة بيها ان هي الغلط بس كل مشكلتها ان اخوها مسموح له يعمل كل ده وان مامتها بتيجي قدامها في اوقات وتسأله وتقوله مين زي طب معرفتنيش عليها طب مش هتقولي اسمها ايه طب مش هتخليها تيجي تقابلني يعني بيصاح بيخرج لحد الساعة واحدة واثنين بالليل ومش بتفهمها مثلا ان الشارع خطر عليك لكن هو عادي فاحنا سايبينه لا بتدايما بتفرق بينهم وتقول لها هو راجل مش هيتعاد عليه هو راجل محدش هيقول ده عمل كذا مع انه بيتقال ده عمل كذا يعني كل الناس بتقول محمد راجح قتل محمود البنة مش عايزة تحمل شوية على الموضوع ده لان هو مش موضوعي بس كل الناس لما الرجالة بتغلط بتتكلم عنهم زي الستات اي نعم الستات مصايبهم بتسمع اكتر بس عشان هم مش عار عشان هم حاجات كده يعني مفروض تبقى لطيفة وما بيصدرش منها غير الحاجات الحلوة يعني ومش انحياز للبنيت على فكرة اكيد يعني الحالات كتير قوي والتعداد اكتر بس في اخر مثال قلته لكم خليكم فاكرين معايا ان البنت مشكلتها مش في النمامتها بتعلمها الصح والغلط مشكلتها ان هي سامحة لاخوها هيعمل كل ده تحت مسمى ان هو راجل مع ان المفروض الحلال والحرام والغلط والعيب ما فيهوش راجل وست ربنا سبحانه وتعالى لما هيحسبنا هيحسبنا كلنا زي بعض هيحسبنا رجالة وستات الزاني والزانية مئة جلدة ما قالش هي ستة فهتاخد مئة وخمسين الصارق والصارقة اقطعوا ايديهم ما قالش هو هيطقتها عيده بس هيطقتل خالص ربنا لما نزل السواب والحساب ما قالش خالص ان فيه راجل وست فاحنا على اي اساس خلقنا التربية راجل وست انت لق عيد هو ده ولد بعد الفاصل هنرجع مع بعض نتكلم اكتر عن الموضوع ده الامثلة هتكون اكتر وهنتكلم ايه اللي وصلنا لكده وايه اللي زرع اصلا ده عند الامهات في تربيتهم وايه اللي خلاهم بيربوا كده وطبعا اكيد هنتكلم عن ازاي نحل الكارثة دي سواء انت كنتي ام اخطأتي وعملت الحاجات دي فعلا فهتحاولي تصلحيها او سواء انت راجل ولو ان ده قليل قوي هتقف قدام المراية وتواجه نفسك ان انت ممكن تكون بتعمل حاجة معينة من الحاجات دي وعايز تبطلها عايز تتقي ليه شوية في رجلتك وتتعامل على انك قد المسئولية فعلا وقد ان انت تبقى راجل قد ان انت تبقى عمود بيت ورب أسرة وراعي ليهم بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معانا استاذ محمد بدران استشاري علاقات أسرية ومدرب تنمية بشرية وتطوير ذات وهيتكلم معانا بتفصيل شوية عن الموضوع ده اكتر هنفتح التليفونات هتكونوا معانا مداخلاتكم التليفونية اي حد عايز يحكي عن حاجة معينة مدايئة في الموضوع ده ومر بيها تجربة سريعة هيقولها لنا او حتى رأي هيمدي هنتشرف بكل اتصالاتكم التليفونية هتلاقوا أرقام التليفون بعد الفاصل ان شاء الله استنونا اهلا بيكم مرة تانية رجعنا لكم بعد الفاصل والحلقة الان عارفة ان هي هتضايق ناس كتير قوي وهياخدوا الكلام من جانب سلبي بس مش هيسمعوا الباقي عشان بس كل الناس اللي معايا في الستوديو احنا بنتكلم عن الزكور اللي عندهم مشاكل خلت اخلاقهم الرجولية محتاجة تعليقات كتير نتكلم عنها النهاردة بس في المقابل والله انا معترفة ان فيه رجالة فعلا نموذج مثالي للشباب اللي يفرحوا كده والواحد يتسند عليهم ومسؤولين وكل الحاجات الحلوة جدا دي بس انا بتكلم دلوقتي عن الناس السلبين الاول رحبوا معايا بضيفنا استاذ محمد بدران اهلا بحضرتك معنا في الستوديو استاذ محمد هيتكلم معنا الاول بصفته شاب وراجل عشان يرد على لسان كل الشباب اللي ممكن يكونوا بيسمعوا الحلقة وعندهم تعليقات معينة وبعد كده يبدأ يتكلم معنا شوية عن المشكلة والتربية ونعمل ايه وكل التفاصيل دي استاذ محمد اهلا بحضرتك زي حضرتك انت مقتنع معايا ان فيه مشكلة فعلا ان احنا بنتكلم عنها ولا احنا منحزين ومش حيادين في الموضوع ده هو طبعا زي ما حضرتك قلتي في الانترو كان المشكلة بين الاثنين في الجنسين الزكور والناس او الولد وبنت او الرجل والست ايا كانت تصنيم بتاعهم ايه لانها تفرق ولكن يمكن شوية بتزيد عند الراجل جزء واحد بس من وجهة نظري اللي هو جزء الاماني اللي هو الولد او الراجل بيبقى هو جزء الاماني اللي موجود في المجتمع بحيث ان البنت دي مهما كان عندها مشكلة او مهما كانت موجودة في المجتمع بتعمل حاجة غلط او كده هي في الاخر وهي ماشية في الشارع هو الشخص ده المفروض هو اللي يحميها فالجزئية الوحيدة اللي تفرق الراجل عن ست ان الست وهي ماشية في الشارع مش حاسة بامانها وده الجزء اللي يزيد شوية بالنسبة لاخطاء او المسئولية او التحمل المسئولية بالنسبة للرجل في المشكلة معلش يعني خلوني بالبلد دي كده اقولها لكم انه لما نصلح الاساس بتاع الرجالة نيجي نحاسب بقى البنات يعني ايا كان اللي هي بتعمله في الشارع فانت كراجل لازم برضو تكون سقف الحماية بتاعها هنصلح المشاكل دي وهنتكلم عنها علشان ما نكونش بس بجايين ومتحملين على الرجالة بس خليكم معايا في انه الاساس والبداية في انه يبقى راجل فلما هو يبقى راجل هبدأ حاسبها هيا على انها مش بنت او مش بنت كويسة تمام يعني عشان بس تلخصلكم اللي استاذ محمد قاله لان كلامه عجبني جدا البداية ان انا اخلق جيل في رجالة وبعدين حاسب البنات بقى لو بنت مسترجلة او لو بنت بتدي اي رد فعل غير مقبول للمجتمع تمام صح يا جيد؟ خلينا نقول ان انا محتاج ارد على المجتمع الاول اللي ارد على انترو الكبير بتاع حضرتك اللي هو الرجالة كلهم والرجالة نصهم وشوية فلنهم وبعدين بدأ نقول ان شوية غارين جدا هم اللي مجدون الرجالة ايوه متقسمين بصراحة متقسمين وده لأ هم متقسمين بس مش طريقة الكبيرة قوي بمعنى ان اكيد اي فيه اخطاء واكيد اي فيه ناس وحشة كتير بس هالفكرة ان الوحش دايما بيبين كتير يعني مهما كان يعني مثلا ممكن المجتمع يكون قوام عشر تلاف واحد فيهم الف واحد وحشين بس كلهم بينين فبالتاني هي بقى شكل المجتمع كل وحشة يعني مثلا المجتمع بتاعنا فيه ناس كتير شغالة وفي ناس كتير مش شغالة بس هاللمجتمع فيه بطالة كتير ده لازم بيبقى بالنسبة لازم نقول عشان نقول ان المجتمع فيه بطالة كتير لازم يكون عندنا نسبة محددة عملنا استبيان عملنا حاجة فهوصلتنا للموضوع ده بس أنا وجدت نظري أني شايف أن اللي مخلي الموضوع كده أو باين للناس كتير أن الرجالة هم مش هوا صغرين وأن الرجالة ماتوا في الحرب وكلام العظيم اللي حدي قلت فيه في الإنترو كان فكرته كلها أن الوحش باين قوي ودايماً بلغة الفلاحين كده الحاجة الفرغة على الوش دايماً لما بيحطوا الحاجات في المياه كده الحاجة اللي بتبقى فرغة ووحشة بتبقى على الوش فبيشلوها عشان يشوفوا الحاجة المليانة دايماً بس يعني خلينا برضو متفقين في أن الحكايات اللي بتتحكي دايماً عن الحاجات الوحشة هي اللي وصيتنا للمرحلة دي دي نقطة والنقطة التانية أنه لما كتر الوحش ده بقى الشباب برضو نفسهم بيعتبروا أنه عادي طب ما فلان عمل كذا ما يعني أنا ما عملوش ليه طب ما هو مصاحب خمسة ستة وكل شوية مع حد طب ما هو بيعمل خناقة وبيعمل كذا فالصيغة برضو اللي بقى بينتشر بيها الوحش ده خلت أن الجيل اللي لسه بيطلع يبقى بيقلد الوحش فالوحش كتر بالزبط كده مظبوط الكلم ده بالزبط كده الجزية الأهم في الموضوع هو يمكن يمكن الزبط الأهم في الجزية دي جزية المسئولية هي المسئولية على مين دي بتتروح بقى فكرة فأنهي موقف لأنه لو خدنا الموضوع بقى تجعل بعضه يبقى احنا بنحكم غلط طب المسئولية على مين يا سمحامل؟ أنا شايف المسئولية في كل موقف على حسب الموقف ده بس في أجزاء مثلا خلان ممكن نضرب مثال لو احنا مثلا تكلمنا على جزئية التحرش مثلا لأن الست مهدورة مثلا في الجزئية دي هل ما فيش ستة بتتحرش فيه؟ ولكن العدد بتاعهم قد إيه بالنسبة اللي بيحصل فيهم الجزئية دي ده جزء الجزء التاني لو حصل دمع بنت رد فعلها لو هي مثلا رفعة تشيبش بود رابطه في ردين فعل دلوقتي في حد هقول جدعة بس ده هيبقى شوية صغارين لأن اللي هيعاوز يقول جدعة وممكن خايف من رد الفعلة المجتمع هياخد جمع وفي ناس هتهاجمها كتير وفي ناس كتير هتقولك إيه ده بنت قلت الأداء هي ليه ردت؟ بالزبط ما تمشي ما غيرها بيحصل كده وبيمشي هي بقى مشكلة في غيرها اللي بيسيب حقه مش الفكرة مش مشكلة فيها هي لو في الشارع وقفت كده وحطته في وضعه زيان بيقوله لو خلت فيه تنين رجالة في الشارع قدروا ياخدوه ويقدروا يسلموه لأقرب مكان يحسبو الموقف ده لو حصل مرة واثنين وثلاثة واربعة مش هنقول هتختفي لأن دبعاً هتختفي دي هتبقى صعبة شوي ولكن هنحد منها كتير مش تبقى مشكلة مجتمع دلوقتي هي مشكلة مجتمع بشكل فجل ومش هتبقى فضيحة يعني لما بيجوا يعملوا بنت تحصل معاها كده بيعتبروها فضيحة مش هو اللي اتفضح حشان هو عمل كده في بنت لا هي اللي اتفضحت ان في حد عمل كده معيها هو حاجات كثيرة اوي مجتمع بتاعنا فرضها بس هنتكلم فيها كلها معلش تستقدر حيات ناخد مكالمة تليفونية ونجر حيات تاني الو الو نسأل خير مساء النور وست سارة او يا فاندو اتفضلي حياتك على الهواء ازاي حضرتك الحمد لله بخير اتفضلي انا عايز اقول لحضرتك ان انا عمري في حياتي يعني مشيت في الشارع او تعرضت لأي موقف يضايقني ولقيت حد دفع عنه سواء الجالة او ستات سواء اتعاكستة او مسلا اتخنقت مع سواء في وسيلة مواصلات او اتخنقت مع بيع دايما انا انا بتكلم ودايما اني بقى لهجوم على البنت طب انت اتمك ايه وعندك كم سنة الاول عرفينا بنفسك نزيلت تتكلم معا كده نعم عرفينا بنفسك طيب وقليني عندك كم سنة يعني عمرك ده مسلا كم سنة عندي تلاتة وعشرون سنة ومتخرجة من الجامعة وبشتغل دلوقتي عندك تلاتة وعشرون سنة وكل ده مفيش حد خالص نعم مفيش حد خالص وقفلك في اي موقف عمري وسواء وانا طالبة او بنت صغيرة مسلا رحها المدرسة او كده او سواء وانا رحها الجامعة او انا رحها الشغل عمري في حياتي ما تعرضت الموقف اه باعود اقص للناس يعني مثلا حدي دايقني واقعود اقص للناس اللي حوالي ان حد يتكلم معايا او حد يهاجم معايا محدش بيتكلم وكل ايه شدود افعائل محدش بيتكلمي ليه ما خلص عادي موقف وعدة حد غلل اقراضي وغلط فيك او راجل افعرض لك يا ست يمشي وسبيك وبيقولوا علي راجل لكن الحد يهاجم دافع عني لأ طيب انا عايزة اسألك على حاجة داي كل الناس تحرية بشكل يعني ما تخلينا احنا فعلا مش عطينا اخت حقنا طيب انا عايزة اسألك على حاجة تانية بعيدا عن المواقف اللي في الشارع يعني مثلا في حياتك انت عموما في علاقاتك لما بتجي تتعرضي الموقف برضو نادرا لما بتلاقي حد ولا برضو يعني الموضوع بيبقى مختلف عشان هم عارفينك مثلا بلاقي ناس بيعودوا يقولولي لأ لازم تعملي كذا او لازم تدافي عن نفسك لكن انه هم حد يقفي لأ ما بلاقيش يعني برضو شي ليه مسؤولية نفسك كله بيساندني ان انا قاف لنفسي اه مساندة معنوية لكن ما حدش يجي يقولي اه انا هاجي معاك اجابلك حق لأ مفيش ده طب ولما بتقفي نفسك بيقولولك تمام كده ولا بقولك انتي غلطانة برضو ما يعني ده مش دورك لا الناس الناس اللي عارفة ان انا معايا حق بيقولولي تمام وفي ناس برضو سلبية وبناس يعني بنات برضو زي وفي سني سلبيين يقولي لي لأ يا ستي خلاص كبري دماغك يا ستي خلاص يعني هو يعني اخر حد هي اللي بشتي ما بتلزق هي اللي هانا بتلزق ما كبري دماغك وكأنه ما قالش حاجة حريكو ياخد بالك بس من الحرقة اللي تتكلم بيها طيب بعد اذن حضرتك يعني قولي لنا كده مسلا انتي شايفة انو الحاجات دي كلها كان سببها ايه او بدايتها كانت فين بدايتها ان ما بقاش في تربية ما بقاش في ابهات وامهات بيقولوا ان ده ما ينفعش يحصل في الشوارع ان دي بنت ما ينفعش بتعرض لها ما ينفعش تأذيها باي كلمة حضرتك انا ساعات بعد دي جنب شلت شباب بيتعمدوا يقولوا البعض الفاظ علشان بس يسمعوا هالي يتعمدوا يقولوا البعض كلام علشان بس نسمعوا اوانت دايق اوانت جرح ده نوع من انواع التحرش اللغز بقوا يتعمدوا يأذوا البنات ازاي باي طريقة حتى لو من بعيد فهميكي انا بشكورك جدا جدا على مداخلتك هنتكلم مع استاذ محمد وهنعرض لكل اللي انتي قلتيه بقى ونشوف رده عليه حيك بس ااخد بالك من الحرقة اللي هتتكلم بيها يعني 23 سنة ومتعرضتش ابدا لموقف رجولي من حد يوقف لها كتيرا طبعا خلينا واضحين ان اكبر ازا بيحصل في الجزئية دي هو الازا النفسي لسبب واحد بس فيه ممكن بيت كمان ما يتقبلش ان البنت تشتكي بمعنى ان ممكن هي يكون عندها مشكلة ان فيش حد في الشارع بيشتكي طب تخيالي بقى حضرتك لو مفيش حد في الشارع بيقف لها تخيالي بقى لو مفيش حد في الشارع بيقف لها وهي شخص ما عندوش لغة حوار من بينه وبين اهله فدخلت القوضة وبدأت تحصل لها مشاكل نفسيا بينها وبين نفسها انها بتعيط لوحدها لانها مش قادرة تقول لولدتها انها حصل كذا لانها هتبدأت تقول لها اصل اللبسة اصل المشاكل اصل مش عارف ايه اصلك بنتي والمفروض تبقى ماشي يعمل ازاي بالزبط الاب هيبدأ يكلمها في جزئية ان لقى ده المجتمع فيه وفيه ويبدأ يتكلم بقى عن كابتر شباب ويبدأ يحط لها مبررات ملهاش اي تاتين معنى ولكن الجزء بتاع ان المجتمع محدش بيقف لها ده هي للأسف مشكلة بقت تعمل سبب الناس بقت ملهية يعني خلينا نقول بالشكل ملهية ولا مش حابة تتدخل لونا مالي هنقولها بالترتيب فيه ناس ملهية ملهاش دعوه بحد هي دورها هو شخص طاحي من النوم علشان هيوحي الشغل وهيجي نام لانه عنده شغل الصبح ده شخص اطلا ما شافش ما شافش المشكلة هي حصل لها ده فعلا وهو لاحظ المشكلة ولكن ما شافش ما شافش الجاوب من بتاعتها ما شافش هيتقزت ازاي ما شافش اي حاجة خالص هو مش هيحصل له رد فعلي غلما تحصل له هو شخصية في بيته مثلا في بيته في بنته حد قريب منه جدا يقزيه هو شخصية بصفة شخصية فده جزء مقدش نتدخل فيه لانه خلص هو قريدي بقى عنده ستايل معين في حياته ماشي فيه ده جزء الجزء التاني حد بصوب بالموقف هيصوره وهينزله على الفيسبوك هياخد شيرينج كتير هيعمل مشاهدة كتير هيبقى بابلك فيجر في يوم وليلة لانه عمل فيديو عظيم لموضوع حي ايا كان بقى الموضوع ده بيقزيها نفسية الموضوع ما بيقزيهاش ايا كان مش فارق معايا ده نوع تاني النوع التالت اللي حابب يتدخل بس مش خايف مرضة فعل الناس اللي واقفين اللي هم اصلا نوعين نفسهم يتدخل ورده بس اعرف اللي هو فانا مليش دعوة بقى عشان مقزيش نفسية جزء جزء مليش دعوة فيه شخص تاني ممكن يتدخل بس ممكن يتدخل بشكل غبي يبوز الدنيا وشخص ممكن يتدخل بشكل كويس بمعنى ايه انه ممكن واحد يتدخل بشكل وحش انه هو يبدأ يتكلم معاه بشكل وحش فيبدأ يتخلق مع بعض فالبنت دي بعد ما كانت المشكلة صغيرة بقيت المشكلة تشافت ما بين المجتمع ان فيه ولدين بيتخلقوا على بنت ايوه اتحولت خالص وتحرفت وراحت استجاه تاني ده طبعا مش مبرر ان هما يقفوا يسكتوا ولكن المبرر بقى ان شخص يكون عائل يقدر يدخل في الموضوع ده يقدر ياخده من ايده بشكل محترم ويبدأ يكلمه ده لو هو شخص لحد المشكلة ان هو ايه حد رمى كلمة بس المشكلة ان بقيت الموضوع بيتتواصل بيصوه اكتر من كده تبقى راجب ايوتوبيس وحد بيمدي ايده على حد ايوه ده مرحلة يعني سيئة جدا لمرحلة معاندش بقى فكرة اللي التربية بقى بقيت فكرة اللي الدين اللي التوعي اللي التعقيدة بقيت موضوعه حاجات كتير جدا كل حاجة هيا هو شخص وشخص ماندشون عليه شخص اصلا مجرد فكرة ان نحن نحط في قلب الانسانية حالة بالزبط هو شخص حالة برافو جدا على الوصف ده هو شخص بالزبط هو حالة في المجتمع سيئة المفروض يحمل احصال لها استقصال بيجي ازاي عن طريق القانون طب القانون ده هيتطبق عليه ازاي من غير من الناس او المجتمع يقدر ياخده يوديه للمنطقة المنطقة بها القانون احنا مشكلتنا نحمل ما يجي حد بيسرق نضربه في علقة في الحارة ونسيبه حد بتحرش نضربه علقة في الوتويس ونسيبه او لما ابني يغلط زي موضوع راجح كده حي كنت بتقولي هتعلق عليه بتعامل معي عادي على انه هصلح له غلطه بس مش بالقانون بالزبط وبعدين الطبقية اللي موجودة في المجتمع خلينا نقول يعني بلاش ناخد الموضوع بشكل سطحي شوية هو فكرة الطبقية اللي موجودة في المجتمع هي لو الام دي كانت تعرفة ان في حد هيحسبها او هي ما عندها واسطة كويسة تقدر تشيلها ما كانتش قالت الكلام ده ما كانتش قالت الكلام ده بشكل علني قدام الناس ما هو لما يطلع ده على النت وتكتب كده تقول ان هو قتل حد ملوش لازمة تباك جوح في الغلط بالزبط انت فرحانة بخبتك على الرغم ان لو في ولد مثلا في بلاء خلينا نقول ان برضو القرى محكوم فيها الموضوع ده بسبب يعني هو مش هنقول انه بسبب ان هم عندهمش الغلط سيد ولكن عندهم الناس عارفة بعضها اكتر يعني فلان الفلاني اتحرج بفلان الفلانية فالموضوع ده بيعمل معهم مشاكل مجتمعية كبيرة ممكن عائلتين بفيهم بينهم بعض مشاكل فده في القرى الموضوع متحجم ولكن الشخص بتاع القرى اللي هو اصلا الموضوع مش بالنسبة له ثوابته موضوع بالنسبة له انه خوف فلما يطلع في مدينة او الشخص بتاع المدينة اللي شايف البنتي بتاعة القرى في المدينة مستباحة ده بردو احنا بنا نتكلم معدها في طبقية ده فى المدينة وده فى القرى وده بنت ريف وده بنت حضر فالموضوع بدى يتعامل به اصل البنتي ده اصلا هي لبسها كده اه طبعا هي لها حق في لبسها وانت كمان لك حق انك تغد بصرك يعني ان كانت كايتها مأمورة بموضوع اللبس انت مأمور انك تغد بصرك انت ليه شايف انها المسئولية عليها ليه شايف انها المفروض تلبس كذا ولما يحصل انها ما تلبس كذا يبقى جسمها انت مأمور انك ما تردش الغلط بغلط بالزبط كده خلينا نتكلم في الموضوع بشكل مباشر هي لبس انت شايفه من وجهة نظر حضرتك انه هو غلط او من وجهة نظرك الدينية انه هو حرام او من وجهة نظرك الاجتماعية انه ما ينفعش اي ان كان موجهة نظر لحدك بتتبناه ولكن انت كمان مأمور اجتماعيا انك تتحافظ عليها مأمور دينية انك تغد بصرك مأمور انساني انك تحافظ على الشخص ده لانه هو شخص له حقوقه في المجتمع ما هي الشخص مباح لانه هو مثلا هي بيسايب شعارها فمش مطلوب من حدك انك تمثلها هي شعارها مش في الشارع ده مش طبيعي حتى وانت بتتكلم المفروض ان الكلامك يبق عليه حجاب اللي هو الالفاظ المحترمة الالفاظ اللي طليق بالمجتمع اللي انت عايش فيه يا سيد محمد انا كحد مثلا ممكن يكون سرقني مليش حق ان انا امسك ايده اقطعها له او اطبق عليه انا القانون لان القانون ده لسلطة ناس تانية فانت ملكش حق ان انت تحاسبها على حاجة يعني هي هتتحاسب على ده انت ليه حق انك وده اخر حقوقك انك تنصحها لو فيه في ايدك النصيحة يبقى انت بتتعامل معيها على الاساس ده على ايه انت بتحاسبها على ايه خلينا خلينا نرجع برضو انا انا حابب اننا حط جزئية المسئولية هي الغطاء اللي احنا بنتكلم تحته او جزئية المسئولية الامان لان هما الاتنين موجودين طب معيش انا قسف بس في موضوع المسئولية ده هيبقى محتاج ان احنا نتكلم فيه بالاستفادة معانا مداخلة تلفونية ناخدها ونتكلم في موضوع المسئولية ده كويس جدا الو الو مساء الخير الو مع حضرتك اتفضلي الو معانا مجهد اتفضلي شكرا لاتصالك ممكن حكتب اتكلمينا مرة تانية اتصال اتقطع تفضل استاذ محمد تكلمني بقى عن موضوع المسئولية طيب خالي انا اخدها يمكن الموضوع من البداية شوية فكرة انا هختار الشريك الصحيح بتاعي عشان خاطر العلاقة الزوجية اللي هنقوم به بمعنى ان انا اخترت جواز سلونات طبعا فيه جواز سلونات كتير جدا بتنجح وتبقى عايشة كويس لان الشخصين مؤهلين ان هما يتزوجوا ويجيبوا اسرة كويس مؤهلين يعني ايه يعني عقليا يعني جسدية صحتهم الانجابية سليمة وصحتهم النفسية سليمة الفكرية احنا بنتكلم عن نفسيا بقى بشكل عام اللي هو هم شخص متزن شخص ردوده او تفكيره متزن فبالتالي هو شخص نقدر نقول ان هو صالح اجتماعيا ان يقدر يقيم اسرة تمام بعد كده بتبدأ ان ام يبقى عليها دور فكرة توجيه لان انا عندي جزئية تربية بقى اللي هي بشكل عام وجزئية توجيه اللي هو ان شخص بيتلقن وهو في سن معين وبيتوجه في سن معين انا لو لدي ابن معايا عنده خمس سنين عشر سنين عنده في ابتدائي واحنا راكبيني للميكروباس اتطلعت الفلوس من جيبي وقلت له اتفضل يا حبيبي عشان لما يجي الكمساري تتحسبه احنا قاعدين في مطعم بنتغدى او جايبينه من المدرسة فدخلنا في مطعم عشان ناكل فقاعدنا المينيوم موجود فبنقول له انت احنا معانا ميل جنيه معانا خمسين جنيه هيتغدى بيه شوفها تأكلنا ايه على زوءك لانك انت الراجل او انت الشخص المسؤول المسؤول اللي موجود معايا دلوقتي اختار فبالتالي بقى عنده مسؤولية انه يختار الحاجة المناسبة للي معاه حتى هو صغير مهما كان ما هوش مدريك هدلوقتي الموقف هيفضل ثابت في دماغه بعد كده لما يبدأ يكبر شوية ابدأ اكلمه في مرحلة مثلا 16 سنة مش هطبعا هقول له انت دلوقتي بقيت في مرحلة المراقة مش هينفع ادهاله بالشكل ده العقل والواصل بيرفض الاوامر بالضبط كده اقدر ادهاله بشكل توجيهي بمعنى ان انا احكي له مواقف ده والدك هو صغير حصل معاه واحد اثنين ثلاثة اربعة وهو رد كذا عارف الرد ده كان كويس بس في احسب منه الرد ده كان وحش وكان الصح بتاعه كذا يعني انا والدي دايما ربنا خليه كان دايما بيتكلم فكرة ان الابن لما يكون عنده مسؤولية هو صغير يقدر يشوف هو بيجيب الفلوس منين ويحطها فين هيقدر شخص يبقى سوي في المجتمع ماديا هبدأ اقول له بعد كده انت ليك رأيه هيبقى سوي اجتماعيا بعد كده هبدأ اقول له ان انا لو ما عملتش لبني ايما محدش هيعمل له ايما فبيتالي برده بقى الشخص ده وهو صغير هاني شخص حاج بس معانا تصول بقاله كثير آلو دوحى آلو آلو اتفضل يا دوحى آآ والله لشانسة ان هو برده زي ما احنا بنهاجم جامد قوي كده آآ فيه يعني فيه صمت وبرده آآ لأ يعني فعلا بنقابلهم في شغلنا وفي الجامعة وفي الشارع لأ يعني برضه زي ما بنقابل ناس بنشوفهم آآ ما عارفون حاجة عن كلمة رجولة فعلا لأ فيه ناس قصادهم لأ يعني فراحة آآ كويتين جدا ومعنا بشوف يعني بشوف ناس حواليا لأ يعني فعلا متربيين ومحترمين وكويتين للأسف يعني فيه آآ الجزئية اللي هي يعني آآ بنشوفها دي وعى السوشيال ميديا وفي الشارع وفي المنتشرة دي لا يعني هما دايما اللي بياخدوا آآ يعني دايما الناس بتعمل عليهم بوض قوي ان هما آآ شايفين الرجال عاملين ازاي والرجال المواصرية عاملين ازاي ونس تلوها لأ يعني مش كل الناس كده يعني مش كل الناس واحدة كده شايفة النسبة الاكبر الناس اللي موجودة معاكي مسلا في شغلك وفي علاقاتك ولا الناس اللي موجودة في الشارع وبتتنقل على السوشيال ميديا آآ لا طبعا اللي في الشارع هما النسبة الوحية الاصبر عشان كده احنا بنناقش الموضوع ده النهار ده عشان النسبة الاكبر بعد كده تبقى الناس المتربية الكويسة اللي انت تتكلمي عنهم بنشكرك يا ضوحة واكيد معاكي حق طبعا فيه ناس كويسة كتير بدليل ان احنا قاعديني النهار ده بنتكلم مع استاذ محمد بدران حد مسلا منهم الناس اللي بنشتغل في وسطيهم هما منهم وإلا ما كناش هنعرف نكمل حياتنا معاكي حق طبعا بشكرك على الصالك التليفوني استاذ محمد هنطلع فاصل ونرجع نكمل في المسئولية للولد شكرا نشوفكم بعد الفاصل اهلا بكم مرة تانية ورجعنا لكم في موضوع النهاردة عن التربية والاخلاقيات والاساسيات اللي المفروض تكون موجودة في كل ابن عشان لما يجبر يبقى راجل بجد معنا استاذ محمد بدران كان بيكلمنا قبل الفاصل عن المسئولية اللي انا محتاجة ازراحها في ابني عشان يتجنب ان هو لما يكبر ما يبقاش حد مسئول فمش حاسس اصلا بقيمة ان هو راجل استاذ محمد اتفضل طيب انا انا عاوز اتكلم من نقطة وبعدين انا نوصل بها لمرحلة بقى هنقول له ايه او هنعمل له ايه مبداي احنا كل واحد فينا ليه طبيعة معينة بمعنى ان كلنا من ناس يعني مش زي بعض ربنا مش خلقنا نسخة واحدة لا في شكل ولا في طباع ولا اي حاجة فاحنا عندنا انواع او انماط شخصية يعني النوع بتاع الشخصية بتاع كل واحد فاحنا عندنا من نوعين للابناء ونوعين للاباء النوعين بتوع الاباء ممكن يبقى فيه اب اب بيقوله عليه او مصطلحيا كده شخص قاسي يعني اب عينه نقدة طول الوقت هو بينتقد اللي بيحصل بدون اي توجيه بدون ما يعمل اي حاجة هو انا كلامي صح ومش كانش عاجبك سيب البيت انا كلامي صح ومش كانش عاجبك سيب الدراسة انت هتدخل المدرسة الفلانية ده غصب انت هتدخل القسم الفلاني ده غصب جبت مجموع معين بس انا بحب الفنون الجميلة او بحب الرسم لأ انت جيت في مجموع كبير فهتخش لطب ده ده ما فيهوش نقاش فبالتالي بيبقى شخص هو كل الدنيا بالنسباله هي مصخرة علشان هو يعيش مش عشان خطر الناس اللي حوالي تعيش ده ده نوع النوع التالي بالنسبة للاباء عندنا اب غير عابق بالمسئولية هو شخص بيسميه مصطلحيا ولكنه هو يمكن المصطلح ده مش مش دخي قوي ولكنه بيسموه حنون الشخص اللي غير عابق بالمسئولية حد ابنه بيعمل غلط ما بيتدخلش الأم بتسرخ طول يوم في البيت واللي هي عارفة تتأقلم مع العائل والعارفين تتأقلم معها وهو شخص لا بيحطش حلول هو قاعد في البيت بالزبط زي الحاجة دي بالزبط طيب لما تيجي حيك تتكلم عن أنماط الشخصية بتاعت الولاد ربطهولي بقى بالنوع ده بيطلع ايه والنوع ده بيطلع ايش تماميش عندنا بقى النوعين بتوع الابناء اللي هو عندنا ابن متكيف على الوضع اللي هو فيه بمعنى أبوه شايفه فاظة فبيحطه فهو لا بيتحطه متأقلم متأقلم غير عابق برضه نفس الجزئة دي هو بالنسباله الحياة بالنسباله عشرين تلاتين خمسين ستين سنة وهيموت وخلاص ومالوش أي دور في الحياة تاني وشخص تاني الابن اللي هو المتمرد اللي هو نفسي نوعية الاب القاسي بس عن طريق الابن اللي هو لا هو مش راضي على العيشها اللي هو فيها طول الوقت دايما نشايف لمستويات وناس حتى لو كانت أخلاقياتهم مش صح بقى وسلوكياتهم مش صح هو عاوز يبقى الشخص اللي متشاف في المجتمع متشاف صحة متشاف غلط ما دي مش مشكلته مشكلته ان المجتمع لازم يوفر له كل حاجة وهو ما يعملش حاجة طيب ايه اللي بيحصل؟ احنا لو عندنا اب قاسي وابن متكيف فاحنا عندنا بيت هيطلع اب بعد كده حنون اللي هو غير عابق ليه؟ لانه هو اصلا شخصيته بيت كده يعني ابا هيفضل طول الوقت كابت على نفسه فهيجوزه البنت اللي في خياله الاب هيجوزه البنت اللي في خياله فهيبدأ يبقى هو شخص مالوش كلمة في البيت والده بعد عمر طويل طفى مبقاش تقو كلمة في البيت الاب ده لما يجي ربي عيل اللي ولد يطلع متكيف ايه؟ يطلع متكيف زيه يطلع ابن متمرد فلو ابن يطلع متمرد بقت كارثة الوقت بقى هو اللي بمشي البيت طبقات في بقت دايرة احنا بنعمل ايه؟ بنقول ان فيه حلقة نقصة اللي هي حلقة الحوار ازاي نتكلم مع ولادنا ونوصلهم لمرحلة الرجد دي المرحلة اللي بيتلقى في هالي اتنين اللي هو في معضة احنا عندنا مشكلة اللي هي العقاب عندنا مهوش ثابت يعني لو الولد راح من المدرسة متأخر هيتضرب ولو مرحش خالص هيتضرب يعني في كل الحوال هيتضرب فما رحش خالص هو العقاب شكله كده العقاب مش متجزد بالضبط لو البنت ماشي في الشارع وعيل شتمها هيتضرب طب لو راح شدها هيتضرب فما عادش ما فيش حتى اساليب عقاب مختلفة بالضبط احنا لازم ندرج العقاب لازم اقول للولد انه هو لما يكون في مرحلة في عمرية وبدأ يتعامل مع بنات في الدرس عنده في اعدائي دي في سنوي او ايا كان لازم يتعامل معا انه هو اتخانق في المدرسة فببدأ اوجهه عمل مشكلة كبيرة بقى لو اتخانق في المدرسة مش معناها انه ضرب بعض وقطع الهدوم انا اقصد ان اتخانق شد مع زميل وشد مع ابن عم وشد مع كده فابدأ اكلمه المرة الجاية ابدأ احرمه من حاجة بيحبها المرة اللي بعدها لو وصلت للضرب ماشي بس انا درجت العقاب انما بيقولوا مثل كده اللي تعرف دي يتقتلوا او استاذ محمد للأسف وقت الحلقة عادة بسرعة جدا وفي حاجات كتير هنتكلم فيها بس في مورات تانية لكن خلوني اختم معاكم بالاستاذ محمد قاله اسلوب الحوار والتدرك في العقاب استاذ محمد اتكلم معينا عن الابهات وانا اتكلمت عن الامهات للمرة الالف اللي بقولها انا مش بهاجم الرجالة بس انا بتكلم عن النسبة السلبية الكتير اللي ضحى بنفسها قالت انه فيه كويسين معاها في الشغل بس السلبين اللي في الشارع اكتر احنا محتاجين بس ان انتو وانتو بتاخدوا قراركم علشان تتجوزوا وتخلفوا عشان خطري يخدوا قرار ان انتو تربوا يعني عشان خطر المجتمع مش عشان خطري انا بشكل شخصي انتو محتاجين بس ان انتو تحطوا في حسابكم ان فيه جيل هيجي بعد كده هيعاني الام اللي هتجيب ولد وهتربيه تربية مش رجولية صدقيني جيل بحاله هيتعامل معاه سواء اصحابه او قريبه او شريكة حياته وولدها فيما بعد هيدعو عليك هيعودوا يدي على التربية اللي انتو ربسيها استاذ محمد عشان بس الناس ما تتوهش مني عايزك بشكل كده مجمل وسريع تقولي ممكن الامات اللي عملت ده تعاليك ده ازاي والناس اللي لسه بتعمله تعمل ايه علشان توقف ده بس بشكل سريع عشان وقت حلقنا هو فكرة العلاج ما نقدرش نقول ان ده علاج بشكل قطعي ولكن نقدر نقول ان احنا نقدر نوجههم هو انا مش شايف اي علاج لأي مشكلة بالنسبة لنا احنا لازم نقعد ونشوف احنا سلبياتها ايه واجباتها ايه ولازم نشوف السلبيات دي احنا عندنا بنعرف مشكلتنا وبنعرف اسبابها وبعدين نحط لها بدائل وبعدين نختار حل امسل ده ده في كل حياتنا في كل موضوعنا سواء صغيرة او كبيرة لازم ده يكون نمط تفكيرنا نقعد مع اولادنا ونشوف هم مشكلتهم ايه ربما تكون المشكلة مش فيهم ومشكلة فينا احنا في تعاولنا معاهم ده بشكل مختصر وبشكل خاص نحاول نبص لولادنا على انهم ممكن يكون شخصا عنده طموح بس انت كابتو ممكن يكون شخصا عنده موهبة بس انت مش شايفة فعاوز يوصلها لحد تاني فمتبعدش ابنك عنك وخلي دايما في خيط اسم خطل حوار ما منك ومن بعد مهما حظرت المشاكل ما يبقاش الحل انك تترده من البيت ما يبقاش الحل انك تسيبه للمجتمع ربي شكرا وطبعا ما يبقاش الحوار ده ان انت دايما اي حاجة هتقوله عليها برافو يعني الام اللي كل ما ابنها يعمل لها حاجة ييجي وتلم وراء ما ينفعش لما يكون عنده بيت وزوجة واولاد مش اول ما هيتخانق معاهم وهايجري على حضرتك يقولك انا عندي مشكلة هتقولي له طلقها يعني ما ينفعش خالص فلو سمحتوا بما انكم يعني جبتوا اولاد ربوهم وطلعوا جيل سوي علشان يخلقوا قسر سوية بعد كده ورسالة بقى لكل الشباب والبنات لو انتم شايفين ان انتم مش قد انكم تعملوا بيت ما تعملوش عشان ما تبقاش المشكلة استمرارية وبنخلق اجيال بتعاني من نفس المشكلة وقفوا الناس للحد كده شكرا نشوفكم الاسبوع الجاي قبل ساعة من دلوقتي ببرنامجكم الى اخره شكرا